شهاب هبدأ معك النهاردة مطشي الأهلي والإسماعيلي شفت المباراة زي التشكيل طريقة اللعب طب كواحدة من كلاسيكات الكرة المصرية طب حتى لو في فرقات في المستوى ما بين الفرقتين أو حتى على مستوى السكواد لكن يبقى الإسماعيلي بتاريخه بكل عناصر الموجودة فيه فريق كبير ما شفناش ده في أرض الملعب ما شفنوش لكن نادي الأهلي أظهر الشخصية اللي كانت غايبة في مطشيات الدولة في الفترة الأخيرة في مباراة اليوم الشخصية قوية اللي بدأ بيها الموسم مرسل كولر أظهرها النهاردة قداما الإسماعيلي شفنا الضغط من أول ثانية في الخطوط الأمامية للنادي الإسماعيلي لو بتضغط على الخط الدفاع من أول ثانية بتسترجع الكرة في نصف مرعب الإسماعيلي كمان ده كنتم نشوفه النادي الأهلي في آخر كم مباراة اللي تقيمان فقد فيها أكثر من 12 بنت في آخر أربع ماتشات بعدت كتير قوي في كل الماتشات الأخيرة اللي انت تتحصل المنافسين معاك على المركز الأول كولر في مجمل الماتش خذ من الماتش اللي هو عايزه لكن النادي الأهلي في أوقات كتب من الماتش رجع لأداء السلبي من Plaza central أنا عنه بـ الحالات لكن في المجمل الأهلي أحسن كتب من الماتشات الأخيرة تعال نشوف الحالات يلا شباب لو بدأنا بحالات الضغط الأمامي للعبه النادي الأهلي من أول ثانية كانت ده الشكل اللي كنا متعادلين عليه مع كولر في الفترة اللي جاي فيها كولر في أول مسم أو حتى مع بداية المسم الثانية ليه مع النادي الأهلي الأهلي بيسترجعا لكورة ودايماً بيدور ليسترجعا لكورة من نص ملعب الخصم. ممكن من أقرب نقطة لمارمان الإسماعيلي بيحاول أن يرجعا لكورة ونجح في ده في أول ربع ساعة تقريباً واستمر الضغط ده طول الشرط الأول لحد ما قدر بيرستاون ويسجل هدف الأول. كل الحالات يا كريم هتلاقيها بنفس الشكل. الأهلي دائماً بيقاتل أن يرجعا لكورة في نص ملعب الإسماعيلي. كل الحالات بنفس الأسلوب. لو ونكملها ونجرّق الحالات وراء بعض كلها بنفس الشكل شوف هنا الضغط هتلاقيه سبع لعيبة من نادي الأهلي على سبع لعيبة من إسماعيلي فكرة المان وفكرة اللي أنت بتمنع زوايا التمرير ومساحات التمرير لعبت الإسماعيلي في نص ملعبه الأسلوب ده ما كناش بنشوفه للأهلي في الدورة في فترة أخيرة وعامة حتى في أفريقيا كان قلب يستنفس دايما الجهد البدن بتاعه في عملية الضغط كانوش بيقدو بالشكل اللي احنا شوفناه قدام الإسماعيلي في الشوط الأول استمر نفس الشكل الأهلي طول الشوط الأول بنفس الشكل اللي احنا شايفينه ده لكن في الشوط الثاني كل حاجة اتغيرت لو جبنا الحالات بعد كده بتاعت الشوط الثاني باللحظة اللي نزل فيها مودست الشكل اللي جومي للنادي الأهلي اتغير طبعا خروج وسام أبو علي اللي كان بيضغط بالسرعات بتاعته الموجودة في الثالث الأخير كان بيساعد نادي الأهلي أنه يقفل مساحة التمرير على نادي الإسماعيلي وأنه يسترجع الكرة بشكل كبير في منطقة الجزاء بتاعته مودس طبعا بطيء جدا لو جبنا حلاب بتاعته منذ نزوله في شوط التاني ونادي الأهلي تراجع بشكل كبير لنص ما لعبه الإسماعيلي خاد حريته في عملية خروج بالكرة بقى فيه أريحية في الخروج بالكرة بالنسبة لنادي الإسماعيلي وقدر أنه يهدد مرمى نادي الأهلي وسجل هدف من ركل الجزاء وشوفنا الإنقاذ التاريخي بالنسبة لمصطفى شبير أنه كان ممكن نادي الإسماعيلي يتعادل في المباراة في المجمل النادي الأهلي في أجزاء كتير من مباراة الإسماعيلي رجع للشكل اللي كان متعود عليه جمهوري نادي الأهلي مع مارسل كولر اللي هو الضغط الأمامي على المنافس أنه يسترجع الكرة من أقرب نقطة للمنافس نجح فيها بشكل كبير قدام نادي الإسماعيلي عظيم جدا